في ظل التركيز الروسي لسيطرة على أفديفكا في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي نظراً لقربها من مركز دونيتسك الإقليمي أكدت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجمات متواصلة هي الأشد ضراوة على المدينة الواقعة في شرق البلاد رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فيتالي باراباش قال إن هناك هجمات جوية روسية شبه يومية بمعدل 16 إلى 18 هجمة وأحياناً تصل إلى 30 على حد قوله ولكنه أضاف أنها لم تغير شيئاً على الأرض في ظل صمود خط الدفاع الأوكراني على مدى شهر ونصف باراباش أوضح أن مدينة أفديفكا تعيش أوضاعاً صعبة فرضها القصف الروسي المستمر مشيراً إلى إجلاء أكثر من مئة شخص الأسبوع الماضي عبر الطريق الوحيد للخروج من المدينة المحمية بالتحصينات وبحسب المسؤول الأوكراني فإن في المدينة المدمرة أقل من 1400 شخص من سكانها الذين كان يبلغوا عددهم 32 ألفاً قبل الحرب المستمرة التي شنتها روسيا منذ أواخر شباط فبراير عام 2022 وعلى الجبهة الجنوبية الأوكرانية قال مكتب المدعي العام الإقليمي ومسؤول رئاسي إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي استهدف منطقة خيرسون المكتب أوضح عبر تيليجرام أن القوات الروسية قصفت بلدة بيريسيلاف ما أسفر عن مقتل رجل مضيفاً أنه في قصف الروسي آخر منفصل لعدة مناطق في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بدوره قال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك أن القصف الروسي لخيرسون استخدمت فيه ذخائر عنقودية ترجمة نانسي قنقر